لتفاصيل أخبارنا وكان مفترض أنه من النهار ده تبدأ السعادة النادي الأهلي لمباراة المريخ اللي جاي هي مش مباراة حسب يعني ده مش معناه طبعا أنه احنا مش عايزين نكسب أكيد طبعا يعني أنا بشوف أنه الست نقط اللي جايين مفترض يكونوا في جبنة المطشين بيتلعبوا هنا مع كامل الاحترام والتقدير يعني الفرقتين المريخ والهلال الأهلي بشوف أنه طبيعي يعني مش تحيز ولا انتماء للأهلي لكن طبيعي جدا تتكلم على بطل أفريقي عشر مرات الحقز على آخر بطلتين من دوري الأبطال فريق تلت عالم مرتين متتاليتين سوبر إفريقي مرتين متتاليتين فالطبيعي يعني أنه أنا أقول أن حظوظه أعلى بكتير من المريخ والهلال وخصوصا أن المطشين بيتلعبوا هنا لكن حسبيا المطش اللي جاي مش مباراة حسب ولا حاجة الجولة الأخيرة هي اللي هتحسب صحيح ممكن المباراة اللي جاي أو الجولة اللي جاي على وجه التحديد تقرب الأهلي كتير جدا من التأهل لكنها ليست حسيمة على الإطلاق الحسب يتحدد في مباراة الهلال في بدايات شهر إبريل اللي جاي واحد اتنين تلاتة مش عارف الاتحاد الأفريقي يستقر على ايه ليه بقول لحضرتك كده لأنه لأنه إن شاء الله بإذن الله لو الأهلي يكسب المطش اللي جاي ده والهلال خسر من سانداونز ده معناه إنه الأهلي بنسبة 80% ضمن حزوزه في التأهل ويكفي فقط التعادل مع الهلال في الجولة الأخيرة لقدر الله لقدر الله حتى وإن تعادل الأهلي وده سيناريو ما نتمنهوش لك أنا بكلم رقميا أو حسبيا بالورع والألم زي ما بقوله حتى لو تعادل الأهلي مع المريخ في المباراة المقبلة ده معناه إنه فوز الأهلي على الهلال أصبح ضرورة وبفوز الأهلي على الهلال في الجولة الأخيرة يدمن برضو التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري الأبطال عشان كده النهاردة ميستر موسيماني قرر يدي الفريق راحة من التدريب اكتشى اكتفى ببعض التدريبات السشفائية كده ويعني فيه طبعا هو مقدر تماما حالة المجهود الكبيرة جدا والضغط الكبير اللي اتعارضت لفرق الفترة الأخيرة فقرر إنه هو يزود شوية في فترة الراحة على أن تبدأ بقى الاستعدادات والتدريبات بدايتها من بكرة إن شاء الله وهتكون فترة كافية إن شاء الله قبل مواجهة المريخ يوم الجمعة اللي جاي اشتركوا في القناة